اشتركوا في القناة المردود الخاص بالمستقبل نبدو على مركة الله عدنا على مستوى المولد اش كنعرفوا على المولد المولد وحتو نائل قطب ناشيط ينتج الطاقة الكهربائية انتلاقا من تحول طاقات اخرى مثل الطاقة الميكانيكية ولا الطاقة اللي هي اشعاعية اللي كتجي من اشعة الشمس ولا من طاقات الكيميائية كرمزولي على شكل هذا في الدارة نترمزوا المولد ترسموا على شكل هذا عدنا في اصطلح المولد تيار في نفس منحة التوتر تيار اي في نفس منحة التوتر اي سيدي غنشوفوا قانون اوم بنسبة المولد المولد في الحقيقة ديالو عندو واحد المقاومة داخلية احنا في تماري تنهملوها ولكن هي موجودة ومن كم بغاون مثلوها في كم مثلوها اير صغيرة اللي هي مقاومة داخلية بخاصة بالمولد اللي كتبتدد واحد جزء من الطاقة على شكل طاقة حرارية عدنا اي هو القوة الكهرومحركة كيفاش كيمكن لنا نحسبو هذا اي هذا اي هو انني نعزل نعزل لك المولد يعني خارج من الضارة ما مركبته معه مصق بالاخر وكن عبر تيار التوتر بين مربطي وفي هذه الحالات يكون تيارك يسوي سفر وهنا في نتيم كليا نحسب القوة الكهرومحركة اي عدنا اير مستقبل اللي هو مقاومة صغيرة وكن متلوب التوتر بين مربطيها عكس من حب تيار واللي كان متلوب ار بي اللي هو قانون ام والمجموع ديالهم هو اي سيد دي وغادي نكتبو ده با اي سيد ديشنايا هي اي ناقص ار اي اي سيد دي هي اي ناقص ار اي بحيث اي القوة الكهرومحركة المولد و ار هي المقاومة الداخلية المولد نجي ودابا نشوف الحصيلة الطاقية المولد كهربائي ادنا المولد بغينا نشوف الحصيلة الطاقية نطلقو من اي سيد دي اللي وصلنا لها حنا شنو عرفنا على في الدرس السابق ومني كمغيو نحسبو الطاقة كيخصنا نضربو في اي في دلتا تي يعني اي سيد دي هو التوتر نضربو في اي في دلتا تي ويعطينا الطاق اي سيد دي ضرب اي في دلتا تي كيسوي ا في اي في دلتا تي ناقص ار في اي في دلتا تي دابا هنا قدي نحاول نخلي ا في اي في دلتا تي وقدي نعرف علاش ا في اي دلتا تي كيساوي اي سيد دي نضرب ال ا في دلتا تي زائت ار في اي في دلتا تي وهذا اي في اي غدي تولي اي ماربع هلالي شكل هذا دابا قدي نتوى نحاول كل حاجه عشنو كي flipped ا في ا في دلتا تي كتمتل الطاقة الكلية واللي هي قدر تكون طاقة كيميائية طاقة ميكانيكية اللي كيحول المولد الطاقة كهربائية ولي هي الطاقة الكلية يستدف إف دلتا تيت تمثيل الطاقة المستقبلة من طرف الضر واللي هي الطاقة النافعة كيفاش يمكن لنا نمثلوها يا أن المولد مني كنربطوه مع الضر فهو شنو كيعطي يعني هاد اللبوسين السيود دي هما اللي كنناخدوهم وكنعطوهم الأجزاء الضر المحرك مقاومات مصباح يعني هادك الطاقة اللي تياخد هي اللي كتمثيلية الطاقة النافعة وRF مربع في دلتا تيت هي الطاقة الحرارية اللي كتبتدد في المولد بمفعول جول مثلنا FF في دلتا تيت بالدبل في جي UCF في دلتا تيت بالدبل في ويكس وRF مربع في دلتا تيت تساوي دبل في جي غنضيرو ده بواحد خططة بجنفهمهم زيان شنو درنا في هاد الفقرة عندي واحد مصدر الطاقة اللي هي كيميائية ميكانيكية إشعائية إلى آخر المولد كي ياخد الطاقة وتيبغي يفرقها على الدارة بإداية من أنه كيبداي يعطي للدارة طاقة اللي هي شنو قلنا الطاقة اللي هي نافعة اللي هي UCF في دلتا تيت فهنا كيبداي يفقد واحد الجزء من الطاقة على شكل حرارة واللي كعتها لوسط الخارج وفي الحقيقة أي مولد فهو يبدد جزء من الطاقة أي مولد لأي مستقبل فهو يبدد جزء من الطاقة كعتها لوسط الخارجي على شكل حرارة غنجي نشوفو حاصلة القدرة القدرة شنو قلنا نعرفو علاها نقسمو طاقة على دلتا تيت ناخدو حاصلة دي الطاقة ونقسمو كل شي على دلتا تيت وغيبقى عندي EFE ECDFE وRFE مربع غنجي ندر بي الطاقة النافعة القدرة النافعة اللي هي ECDFE القدرة المبددة من فعول جول هي RFE مربع والقدرة الكلية اللي هي EFE غنجي دابا نحسب المرضود دي المولد شنو المرضود دي المولد ولا شنو المرضود بصفة عامل المرضود هو على سبيل المثال عطيتك عطيتك في واحد النقطة عشر دراهم وجيت عندك في الاخر في واحد المنتاقة اخرى يعني قلتلك وصلها ليا ومنياه وصلتها لياه وصلتها لياه ناقصة مثلاعطيتك عشر دراهم وصلت ليه خمسة دي الدراهم هنا شنو تكون ضيعت لياة نص يعني ان المرضود ديالك هو خمسين في المائة يعني ان شنو كنستافد林 حبيبا خمسين في المائة ولكي خمسين في المائة مشاتلي بالنسبة لموليد نفس الشيء الموليد إلا كان كيعطيني خمسين في المياة طاقة وخمسين في المياة تضيع حالية فالمرضود دياله هنا ضعيف وبطبيعة الحال مايمكنش تتلقاش موليد اللي تيعطك مية في المية اي موليد فهو ما كيعطكش مية في المية دائما كينطايع انما طايع تكون اقل من الاستفادة يعني مقارنة طاقة اللي كتتاخدها دوزها الباقي اجزاء الدارة كتكون كبر من هذيك الطاقة اللي كتمشي لشكل حرارة هو خارج القسم اللي يمنحو اللي باقي الدارة على الطاقة اللي ينتجها نرمز لها بغو يعني غدي ندير الطاقة اللي ساعتها للدارة نقسمها للطاقة الكلية شنو غدي نلقى؟ غدي نلقى بأن غو كتتسوي إي سيد دي نضرب لي في دلتا تي على أف إي في دلتا تي وغدي نحسب غو اللي هي إي سيد دي على أ ويمكن لي نعوض إي سيد دي بالقيمة اللي أنا كنعرفها من قبل اللي هي أف إير فيي نعقص إير فيي هو دا هو المرضوط دي المولد يعني كنشوف هنا المولد الجودة دياله إلا كندك المولد كده يعليه بزا فهناك يكون مولد ماشي متالي بالنسبة ليه غنشوفو دبا على مستوى دي المستقبل عندنا قنوق أوم بالنسبة للمستقبل اللي هو إي أف بي كيسوي أبريم زائد أربريم فيه بحيث أربريم هي المقاومة الداخلية لهذا المستقبل وأوبريم هي القوة الكهروم محركة المضادة للمستقبل وغنشوفوها عندي الطاقة الكهربائية المستقبلة من طرف المستقبل هنا غنحاولو نحسبو توزيع الطاقة دبل في أر كيسوي أبريم ضرب ليل إف دلتا تي يعني أبريم في إف دلتا تي غدا نجي العود إي أبريم ب THE باقيما اللي هي أبريم في زائد أرفي هدي صيلي عندي أبريم زائد أرفبريم في إي ضرب ليل إف دلتا تي وبا space فإن سجيل حقر إن سيكون أبريم في إف دلتا تي وغدا يقول عندي أبريم في إف دلتا تي 1.Aubimским1 съOOM 1.Aubim Keith 3.Aubim C 3.Aubim F 4.Aubim F 4.Aubinde 4.Aubim F 4.Aubim F إذا بغيت القدرة فنفس الشي غدي نقسم على ΔT ونحسب القدرة ده بغدي ندري واحد الخططة بجي نفهم منها المستقبل عديت دارة كهربائية هي اللي كتغدي لي الموليد UAB FF ΔT المستقبل تياخد هالطاقة UAB FF ΔT وكيعطي جزء منها الطاقة أخرى يعني تيحولها الطاقة أخرى ووحد الجزء صغير كي يمشي الطاقة حرارية للوسط الخارجي ده بغدي نجي نحسب المرضود دي المستقبل المرضود هو القسمة دي الطاقة النافعة اللي أنا كنستفد منها على الطاقة الكلية واللي غدي نعرف بها المرضود دي المستقبل WVU على WVR وغادي نختاز ب E في دلتا تي على E في دلتا تي وغا تفقى عندي UAB هنا غايمكن لي نعوض ب UAB اللي أنا عرفتها من قبل هي U' زائد R' في E وهنا غادي نكون حسب المرضود الطاقي المرضود دي المستقبل نتمنى هنا تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله موسيقى